سلام عليكم تذكرون سحر المعجزات؟ فعلا سحر المعجزات خلنعطيكم شي جديد صبار البارددنسس لنا أيام جميلة معاها تذكرون منتج اللي طلعناه اللي هو جل الصبار نفسه وقلنا لكم حق الجلد حق الحروق والنساء يستخدمونه حق الشعر بس هالمرة يبنالكم شي جميل من هالصبار هذا شنو اللي هو هذا من المتعرف عليه ان الصبار يستخدم كسماد كان ياخذون الصبار وقصصونه وينقعونه بماي خلوناه مدة يوم الى يومين ومن ثم يزقون الزرع لان فيها معادن جيدة حق الزرع حنا طلعنا لكم منتج جديد وعجيب اللي هو بودرة الصبار يعتبر سماد لطيف وآمن حتى لو عيالي ياكلونه ما عندي مشكلة العملية سهلة اخذنا الالوفيرا وجففناها وطحناها وطلعنا لكم بودرة الالوفيرا ترى هي صديقة للبيئة وآمنة طبعا هي فيها نتروجين على شكل نترات لسرعة الامتصاص وطبعا نتروجين نعرفه حق النموات الخضرية وشوفوا الفرق ثلاث اسابيع انا ازقيها من بودرة الصبار فرق بين هذي وبين هذي قلنا لكم نمو الخضري جميل ختاما لا ننسى ان فيها وسط حمضي جيد والحلو فيها انها امنة كثر ما تعطونا حق النبات ما عنده مشكلة فيما الله